تريند التصوير بالذكاء الاصطناعي البرنامج الذي كل الناس تدور عادي الوقت تريند المنتشر و انا اليوم اجيب لك برنامج يقدر يحول لك صورك من صور عادية للذكاء الاصطناعي كما انت شايف صراحة برنامج عبقاري في تحويل الصور للذكاء الاصطناعي خمسين صورة ببلاش البرنامج اسمه ريميني سيب لك الانك بتاعه في التصوير و احمل الابليكيشن و هنبدأ بقى يديك شوية تعليمات بسيطة اول تعليم بيقولك ان هو عايز اكتر من عنصر في الصورة خلفيات متعددة عشان يقدر يطلع الصور مختلفة عن بعضها كذا زاوية مختلفة كذا زاوية مختلفة كإضاءة او كوجه يعني مفيش نظرات شمس فانت عليك ان هتستبع التعليمات دي كلها و هدوس له ابلود من خمس لثمان صور سيلفي لو انت عندك على التليفون ماشي هدوس له كمان و هندوس تصوير يعني انت لو حد يساعدك يكون افضل انا فكر كمان اغير الجاكت عشان تبقى يعني الصورة مختلفة الى حد ما انت هلازم كده اي ما فيه شوية ابداع اي بالمناسبة انا ان شاء الله بفكر اعملكم فيديو كده هنعمل يعني ازاي تطلع الصور اكثر ابداعيا عن طريق الابليكيشن ده فاكيد لازم تستنى الفيديو ده اكيد فالازم تعمل اشتراك في القناة و تفعل الجرس اشتراك معا كل جديد مثلا كده انا عايز وضعات مختلفة عشان هو الطالب خمس سور كده انا اخذت الخمس سور خلينا ناخد اخر صورة ونشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي هدوس له موافق اه طبعا هو ياخد له شوية وقت يا جماعة والله الذكاء الاصطناعي يعني داخل منحلة كبيرة اوي 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 تخيل ان الذكاء الاصطناعي توقع فوز الارجنتين اصلا من قبل البطولة بحوالي شهرين وتوقع كمان يعني النهاي مع فرنسا وضربات الجزاء فالذكاء الاصطناعي مبقاش مجرد اكواب تتكتب ولا الكلام ده ده في مصيبها حصلت في شركة مايكروسوفت او شركة جوجل او شركة جوجل واحد اتطرد منها بسبب ان قال ان في برنامج شغال عليه على الكمبيوتر بقى ليه وعي البرنامج بقى يحاوره طبعا الناس تهميته بالجنون وقالوا لا بالسلامة انت كده ايه بتخرف فوضعت المعالجة لتاني صورة تالت صورة فانت كل اعليك بقى تستنى لحدى ما يخلص معالجة ونرجع تاني وبعد حوالي تلت ساعة تقريبا او نص ساعة في الحدود دي البرنامج انتاج لي اكتر من خمسين صورة بالذكاء الاصطناعي بصراحة كمية صور ما لهاش حل. الذكاء الصناعي رايح بنا على منحنة خطير. يمكن دي مجرد صور عن طريق الخوارزميات ادري استنتج شكلك ويديك الصور بالشكل انت شايف ده. ولكن لما نتكلم في المنحنة العملي او في المنحنة التطبيقي اللي بيخش في مجال الصناعات والمجال الحربية والمجالات دي كلها هتعرف ان الموضوع فعلا مش مجرد الات بتتبرمج واكواد بتتكتب لا 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 الزكاء الاصطناعي هياخد مكان البشر في المستقبل. شركات كتير جدا بدأت تمشي الناس اللي شغال عندها الموظفين ويستبدلوا مكانهم بالات او بزكاء اصطناعي عن طريق التطبيقات الموجودة على الحواسيب او التليفونات وغيره. التطبيقات دي قدرت ان هي تاخد مكان البشر فعلا وتنتج الاضعاف اضعاف اللي البشر بينتجوا وبس كده هدي كانت كل حاجة في فيديو النهاردة فهتمنى يكونوا فيديو حافظة وعجبك فلو الفيديو عجبك لايك مهم جدا تشارك في قناة تفعل الجرس عشان تامعي كل جديد ونتقبل ان شاء الله في فيديو جديد سلام